ما تزال حدة الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم أوهان كورونا آخذة بالتصاعد ولسيما في الصين أول بلد ظهر فيه الفيروس لينتشر فيما بعد في عدد من الدول الأخرى حول العالم ورغم التريث الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية في بادي الأمر ها هي اليوم تعلن حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي هذا الفيروس بعد انتشاره في 18 دولة في العالم معللة السبب الرئيسي لذلك على لسان مديرها العام بأن التدابير الصحية المتردية في البلدان الأخرى وغير الكافية لمكافحة الفيروس دعت لإعلان حالة الطوارئ مضيحا أنه رغم هذا القرار فإنه لا يوجد مبرر لاتخاذ تدابير من شأنها تقييد الأنشطة التجارية مع الصين أو السفر إليها خاصة أن الكثير من شركات الطيران أوقفت رحلاتها الجوية إلى الصين ورغم تأكيده على أن ما يحدث في الصين ليس هو السبب الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ عاد وشدد على أن هذا الإعلان لا يعني عدم الثقة تجاه الصين مشهيدا بدورها في مكافحة الفيروس بقدرات فوق المتوقعة على حد قوله وفي ظل التزايد المتسارع في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا أعلنت السلطات الصينية وفاة 213 شخصا على الأقل حتى الآن فضلا عن إصابة نحو عشرة آلاف آخرين في إحصائية هي الأكبر لضحايا كورونا منذ بدء انتشاره أوائل الشهر الجاري شكرا للمشاهدة